تنتشر العديد من مزارع تربية الخيول في منطقة سقارة في مصر سواء لمحبي رياضة الفروسية أو لمدربي الخيول تحتاج هذه الرياضة لظروف وبيئة معينة سواء للخيل أو الفارس مراسلتنا يا راضي تطلعنا على أجواء مسابقات الفروسية والتحضير لها وسبل العناية بالخيول هذا واحد من أشهر أماكن ركوب الخيل في مصر وشهرة المكان مستمدة من جودة أنواع الخيل الموجودة فيه وأيضا الفرسان المترددين إليه الخيل هنا ليست قبقية الحيوانات فالرعاية الطبية تبدو مختلفة تماما وفي بعض الأحيان بدونها قد يموت الحصان في أي لحظة دور الطبيب البطري في البطولات الدولية أو البطولات المحلية بيبقى تكشف على الحصان للوصول إلى سلامته قبل البطولة يعني ما يكونش حصان فيه عرق ما يكونش فيه جرح ما يكونش فيه عرق تنفسي وجود الدكتور البطري في البطولة زي بالزابة الأمبولنس أو الإسعاب بالنسبة للفارس هذه الرياضة أو الرياضات الوحيدة التي فيها روحين الحصان والإنسان يعرف السايس جيدا مزاج الحصان وحالته قبل خوض أي سباق وهو المسؤول عن تدليكه وتنشيط الدورة الدموية لجسده حتى يكون قادرا على القفز على حواجز عالية بنتعامل مع حصان والحصان ده كائن حي مش بنتعامل مع آلة جمادي يعني زي أي لعبة فالحصان ده له تفكيره وله أحسيسه وله لما بغير أرض في أماكن مختلفة بيخاف برضو من الأراضي لأنه ممكن كل مكان كل نادي له طبيعة معينة كل البطولة احنا بنجاهز لها بحاجتين أولاً بنضرب الخيول على زي بيقول مثلاً حاجة تشبه المكان اللي راحينه فعشان كده هي أصعب لعبة غير أن أنت ما فيش حاجة سبتة كل حاجة متغيرة أغلبية الخيل هنا تمتلك جواز صفر وشهادة صحية بعض منها اشتراها أصحابها من الخارج والبعض الآخر مصري بقدر ما تمنح الفروسية من متعة لمن يمارسونها فإنها تضعهم أمام حالة من الخوف والقلق من مدى استجابة الحصان لعملية القفز بشكل آمن سواء بالنسبة للفارس أو للخيل الذي قد يتعرض للإصابة تحت أي ظرف مفاجئ بشكل دائم تقام هذه المسابقات للمنافسة بين الفرسان لكن هناك العديد من مالك الخيل لا ينافسون كفرسان في هذه المسابقات بل يشاركون بما يملكون من جياد تمنح للفرسان الحصول على تصنيف وجائزة للحصان الكمتشن أو المباراة بترفع طبعا من شأن الفارس والحصان يعني المالك والرايدر أصلا الرايدر بيكتسب خبرات جمدة جدا في نزوله للمباريات طبعا وفي نفس الوقت حضرتك بتعلي مستواه الرياضي لما بينافس مرة واثنين وثلاثة بيحس أنه خلاص بقى عساحة وفي نفس الوقت الحالة الثانية اللي حضرتك بتسألي عليها طبعا بالتالي طبعا سعر الحصان بيزيد لأن انت يوغدا الأول ما فيهوش إكسپيريانس أو لو حتى جايبها في إكسپيريانس معين دلوقتي عالي شأنه لأن التدريب فرق معاه وللحصول على تصنيف عالي بالنسبة للخير يلجأ البعض لتحمل تكاليف شراء الحصان من خارج مصر بامتلاكه قدرات تنافسية أنا نفسي أنا حصولي كان بي أنا لسه جايبها من بنجيكا من حوالي ثلاث سنين كان جايب ينطي ارتفاع المتر وعشرين عما نزل السيزنة اللي فات والسيزنة اللي قبل دلوقتي بينزل الدرجة الأولى والحمد لله بيحقق نتائج وبيجيب كاس ده طبعا زود من القيمة الطاعة يلعب الاتحاد المصري للفروسية دورا في تشجيع هذه المصابقات بشكل دوري للتعرف على أنواع الخيلة المشاركة ونقاط الضعف والقوة ولمنح الفرص التنافسية لكل الفرسان من مختلف النوادي والمراكز نهارده عندي في المباراة ده هيا عندي 450 حصان مشارك في اليوم على مطلع على مدار ثلاث يامي باندي بخش في حدود 1400-150 مشاركة غير ان احنا نظمنا مباراة مفتوحة للفروسان عشان نشجع ونوسع القاعدة مش لازم يكون مسجل في الاتحاد ومش لازم يبلابس لبس الفروسية اللي هو الرسمي بطول اللابد والجاكت وكلام ده كله ومش لازم حصان يكون مسجل ففتحتنا ووسعتنا قاعدة عندنا كل سنة الاعداد بتزيد مجموعة الموانع الموجودة في الاراضي في ميدان المباراة دي بيبقى مصمم موانع معتمد دوليا بيبقى ياخدوا الكرسات ومعتمد من الاتحاد الدولي الفروسية كل حاجة بليها أصولها وليها قواعد بتاعتها هو بيرسم خط السر من خط البداية لخط النهاية بيحط ترتيب الموانع 1 2 3 4 حسب عدد السدود اللي هو حططها بمسافات محسوبة على حسب خطرة الحصان اهم حاجة الموانع بيحطش الفارس والحصان في حاجة خطر لكن بيحط له زي أي حاجة بيحط له لازم درجة صعوبة عشان يفرق بين الفارس والتاني لا يشترط الاتحاد المصري سنا معينا للفرسان الفئات العمرية سواء من الأطفال أو الشباب أو حتى كبار السن تشارك كلها على حد سواء هنا القاعدة بتاع الفروسية في مصر اتسعت جدا خلال سنوات الأخيرة وبقى فيه تشجيع لمراكز الفروسية ما بقيتش بس أندية يعني بنشجع مراكز الفروسية أنها تقيم رياضات فروسية من غير التزامات إدارية معقدة ولذلك حتلاقي عاياتك مثلا عندنا ارتفاع صغير كده النهاردة كان مشترك فيه حوالي 120 واحد يعني اللي كسبه 25 واحد كنا بنديهم جواس من المراكز الفروسية تحديات وصعاب تواجه المبتدئين خاصة الفتيات في تعلم هذه الرياضة التي تتطلب مهارات عديدة وصعبة التحدي بيبقى كأكتر حاجة كالبالنس أو الحد أصلا يبقى يعني جواء شجاعة أنه هو يعني يركب حصان عشان في ناس ساعة بقى بتخاف عشان ده يعني ده حيوان لي دماغ مش مثلا زي باقي السبورتس وكده بيبقى مثلا لو هو الواحد بيعتمد على نفسه بس في الفروسية لأ ده حيوان تاني يمكن يبقى يوم متضايق لكن هناك وجه آخر للفروسية وهو الترويد شكلا ومضمونا يختلف عن رياضة القفز على الحواجز سواء كانت منخفضة أو مرتفعة الجلسات طبعا بيحتاج الكثير من الفن التوافق عضل عصبي ما بيني وما بيني حصاني المسألة ما هيش مسألة قوة الحصان أقوى مني مقلوب ده نوصل أنه يعمل حاجات اللي أنا عايزها بإشارات مني ويطحها هي طاعة موع من أنواع الطاعة لكن ورغم كل هذه الصعاب تبقى الفروسية واحدة من الرياضات النبيلة والمميزة التي غيرت حياة كثيرين ممن التحقوا بها ومن أعمار مختلفة أيا رادي سكاينيوز عربية القاهر